أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليقول للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتقذ ولدا ولم يقل له شريك في الملق وخلق كل شيء فقد ذره تقديرا واتخذوا من دوني آلية لا يقلقون يقلقون شيئا وهم يقلقون ولا يملكون لأنفسهم زرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا قياتا ولا نشورا وقال الذين كبروا إن هذا إلا إفقوا افترى إفقوا افترى وآلوا عليه قوم آخروا فقد جاءوا ذلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اتتبها فأيتم لا عليه بقرة واصيلا قل أنذله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمجي في الأصوات لو لا أنذل إليه ملك فيقون معه نذيرا أو يلقى إليه كرد أو تقول له جنة يعقل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ورموا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجريم تأتي الأنهار ويجعل لك قسورا فالكذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا سمعوا لا تغيضوا ذكيرا وإذا أذقوا منها مكانا ضيكا مقراني مقرانين دعونا لك قبورا لا تدعوا اليوم قبورا وائدا ودعوا قبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة القلد التي وعد المتقود كانت لهم جذاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يعشرهم وما يعبدون من دون الله من دون الله فيقول أنتم أغللتم عبادي عبادي هؤلاء أمهم غلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا لنا أن نتعذ من دونك من أولياء من أولياء ولكن متعتهم وهباءهم وهباءهم حتى نصزق وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولوا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأطواق واجعلنا بعضكم لبعض فطنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لولا أنزل علينا الملائكة تعود را ربنا لقد استكبروا في أنقصهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مأجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا فاجعلنا وهبا مهطورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنذيلا الملق يومئذ الحق للرحمات وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يحظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتقذ قلالا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قبولا وقال الرسول يا ربي يا ربي إن قوم اتقذوا هذا القرآن مأجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة وائدة كذلك إن ثبت به قوابك وردت الله ترطيله ولا يأتونك بمسل إلا جاناك بالحق بالحق وأسن تفسيرا الذين يؤشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأطل سبيلا ولقد هاتينا موسى الكتاب وجعلنا وجعلنا ما هو أغارون وذيغا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا أغرقناكم وجعلناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرس وطرونا بين ذلك كثيرا وقلنا ضربنا له الأمثال وقلنا تبرنا تتبيرا الله ولقد أتوا على القرية التي أمترت متر الصور أفلم يكونوا يرون بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا راوك إن يتقذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليملنا أن آليتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتقذ إلى أو هوا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تعسب أن أكثرهم يسمعون أو يحقلون إن هم إلا كالعنام بل أم أظل سبيلا فلم ترى إلى ربك كيف مدر ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبغناه إلينا قبغا يصيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النقار مشورا وهو الذي أرسل الضياح مشرا بين يدي رحمته وعندنا من السماء ما أن تغورا لنعي به بلدة ميتا ميتا ونصطيه مما خلقنا عن عاما عن عاما وان أسي كثيرا ولقد صرفنا وبينهم يذكروا فما أفتر الناس إلا كثورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطعي الكافرين وجاهد ربه جهادا الكبيرا وهو الذي مرد البارين هذا عذب الفرات فرات وهذا منه الأجاد وجعل بينهما برذرا وحجرا مأجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا بشرا فجعله نسبا وسئرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يقرهم وكان الكافر على ربه وإيرا وما أرسل لك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتعد إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبئ بأمده وكفى به بذنوب إبادئي قبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الرحمن فصال به قبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن أسجد لما تأمرنا وذاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنقار قلفة لمن أراد أن يتذكر أن يتذكر أن أراد شكورا وإباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أولا وإذا قاتبهم الجائلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لا ناقر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالأرض ولا يذنوت ومن يفعل ذلك يلقى عقاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مؤانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاليا صاليا فأولئك يبدل الله سيئاتهم أسنات وكان الله وفورا وحيما ومن تاب وعمل صاليا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشعدون السوء وإذا مروا باللغو مروا قراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يققوا عليها عليها سما وأميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أرواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجذون الغرفة بما صبروا بما صبروا وينقون فيها تية وسلاما خالدين فيها أسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يقول لذا ما صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة